في تجمع شعبي حضره ما يفوق 30 ألف مناضل في حزب جمهة التحرير الوطني ملأوا القاعة البيضوية وامتلأت الساحات المجاورة للقاعة بهم خطف الأضواء في تجمع شعبي وزراء سابقون وحاليون والوزير الأول على رأسهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الأفلان يرشح رسميا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة معاذ بو شارب منسق هيئة تسيير الأفلان أعلن أن الأفلان يرشح بوتفليقة وهذا من أجل استمرار المسيرة ما حدث اليوم في القاعة البيضوية كان متوقعا مشاهدين الكرام عقب أسبوع من اجتماع قادة التحالف الرئاسي وهذا الاجتماع الذي عقد في مقر الأفلان قبل أسموه أعلن فيه قادة التحالف الرئاسي أن مرشحهم هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكن الجديد اليوم هو إطلاق منسق الأفلان معاذ بو شارب على هذا الترشيح صفة رسمية حيث قال أن الأفلان يرشح رسميا عبد العزيز بوتفليقة لمنصب أو للانتخابات الرئاسية 2019 فهل هذا الطلب الذي صيغ بصفة رسمية معناه أن الرئيس قد أبدأ نيته في الترشح عن طريق حزبه والذي هو حزب الأفلان سنناقش مشاهدين اليوم في نقاش على المباشر هذا الحدث الذي وقع اليوم أو حدث اليوم في القاعة البيضوية والذي حضره جمع غفير من المناضلين من حزب جبهة التحرير الوطني سنتحدث عن الحاضرين نتحدث عن الخطاب الذي ألقاه معاذ بو شارب نتحدث عن ترشيح الرئيس وعن أمور الأخرى مع ضيفي الدكتور عبد المالك كرين القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعوضه جمعية قدماء منتخبي حزب التحرير الوطني أهلا وسهلا بك دكتور عبد المالك أهلا وسهلا بداية مشاهد كبيرة شفناها اليوم في القاعة البيضوية أسميتموه عرس الجزائر كما لو أمكن مع الزملاء يعطونا المشاهد بعض قال لك حضروا 30 ألف بعض حضروا 40 ألف بعض قالوا 25 ألف هل عندكم عدد مضبوط للحضور اليوم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة أنا لا أجزم ولكنني متأكد كما شاهدتم أنتم وشاهد الجميع بأن الحشود التي توفدت على القاعة البيضوية كانت حشود غفيرة جدا والمناظلون جاءوا من كل ربع الوطن يعني في أنا أعتبر وأكاد أجزم بأن هذا لم يحدث من قبل في القاعة البيضوية وأنتم مقدرات المشاهد وقد رأيتم أيضا المشاهد يعني القاعة امتلأت وقد حملت أكثر من طاقتها والمناظلون الذين بقوا في الساحات خارج ممكن جدا أن يملأوا أكثر من قاعة أو قاعتين وقد رأى الجميع هذا ولذلك هذه تقديرات أنا أقدر بأن الحضور قد يفوق الأربعين ألف مناظل هناك من يزيد وهناك من ينقص ولكن الأكيد والأكيد أن المناظلين بصراحة بصراحة حتى نحن في التنظيم فاجأونا بهذا الحضور الكثيف هذا الذي لم نكن نتوقعه بهذا الشكل طيب اسمتموه عرس عرس من أجل ماذا دكتور عبد المالك؟ بصراحة احنا بالنسبة إلينا عرسين العرس الأول هو العرس ونحن في هذه الأحداث في الانتخابات الرئاسية عندما نقول عرس الجزائر الذي لا نصنعه لوحدنا وإنما يصنعه كل الجزائريين وتصنعه كل الأحزاب مولاة ومعارضة ويصنعه أيضا حتى كل الشخصيات التي تساهم في هذا العرس الديمقراطي والتي ترشحت والتي ستتنافس ونعتقد بأن هذا عرس الجزائر ونحن نمثل مشهد من مشاهد ولكننا نعتقد أن المشهد الأهم في العرس الجزائري تمثل حزب جبال تحرير الوطني هذا عرس وعرس ثاني بصراحة عرس حزب جبال تحرير الوطني الذي انتظره المناظلون بشغف وهم متعطشون لأن يلتقوا بكل اختلافاتهم وبكل تنازعاتهم في يوم كهذا لقد طال الأمد على المناظلين وأنتم تتابعون الشأن السياسي في حزب جبال التحرير الوطني بأن هذا الذي حدث أكاد أقول كان وهما وكان حلما بعيدا ولكنه تحقق اليوم في أن كل فرقاء الإخوة الفرقاء اليوم جاءوا على قلبي رجل واحد وكلهم تحت عباءة واحدة وكلهم تحت قيادة أمين عام واحد وكلهم جاءوا ينشدون بل يرشحون سياسيا سيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة طيب الإخوة الفرقاء كلهم خضروا هذا حديث عن أجنع حزب التحرير الوطني أو الصراعات اللي كانت فيه قبل سنوات رح نتكلموا على هذا الأمر لاحظنا أن وجوه قديمة ووجوه جديدة منتخبون سابقون منتخبون حاليون وزراء سابقون ووزراء حاليون حضروا هذا التجمع قبل أن نتكلمك على جمعية قدماء منتخبين اللي كانت حاضرة بقوة أيضا في التجمع لاحظنا غياب شخصيتين بارزتين في هذا التجمع اليوم وهما سي عبد العزيز بالخادم وسي عمار سعداني اللي هما كانوا في اثنين أمناء عامين لهذا الحزب هل وجهتم لهم الدعوة؟ أكيد الدعوة لم تستثني أحد على الإطلاق كل مناظر حزب جبه التحرير الوطني وكل كوادر حزب جبه التحرير الوطني وكل إطارة السابقين والحاليين وجهت لهم الدعوة دون إقصاء ولا تهميش على الإطلاق نحن نريد أن ندخل عهد جديد في حزب جبه التحرير الوطني فعلا نحن نحتاج إلى كل طاقات حزب جبه التحرير الوطني كل هذا التراكم الخبري كل هذه التجارب كل هذا الذي تكدس عبر نضالات حزب جبه التحرير الوطني نريد أن نستغله فقط لصالح الجزائر ليس أكثر ولذلك وجه الدعوات الأخ الأمين العام الأسبق عبد العزيز بالخادم متواجد في القاهرة وقد تعذر عليه الحضور الأخ سعداني أيضا له ظروفه الخاصة وجدت لهم دعوتين شخصيتين نعم حتى والسيد عبد الكريم عبادة أيضا الذي تعذر أيضا لظروف خاصة أنا أجزم بأنه لا خلاف على الإطلاق ليس فقط هؤلاء رؤساء البرلمان السابقين عبد العزيز زياري وسيد العربي والدخليفة وسيد سعيد بوحجة وكل الوزراء السابقين كما ترون كل قيادات كل الكوادر جاءت لتلغي ذواتها جاءت لتذوب في الحزب هل ترى أنت كقيادي في الأفلان أو كعضو في جمعية خدماء المنتخبين أن هذا الالتفاف اليوم في تجمع القاعة البقضوية هو التفاف على قيادة الحزب؟ يعني التفاف بصراحة أخرى أو بصغة أخرى هل هو التفاف على معاذ بوشارب؟ معاذ بوشارب الآن بصراحة صار نقطة تقاطع الجميع نعم وقد أثبت في ظرف قصير جدا من خلال خطاب الذي تهذب من خلال هذا الخطاب الذي أعاد لحزب جبه التحليل الوطني هذه القيم والمثلة آمن بها المناظرون معاذ بوشارب استطاع بما تهيئ له من قدرات شخصية وطبعا لم يكن مخطئا سيد الرئيس رئيس حزب جبه التحليل الوطني عندما اخطاه في هذا الظرف بالذات معاذ بوشارب كامين عام لحزب جبه التحليل الوطني لم يكن مخطئا للمواصفات التي يتصف بها وهو يقف نفس المسافة من الجميع وهو يفتح ذراعيه للجميع والدليل عن ذلك المشاورات التي أجرها أيضا ولم يستثني منها إلا من كانت له ظروف خاصة ولم يحضر وقد بارك الجميع وأيضا قد رأيتم القيادات السابقة من وزارة سابقين وأمان عام من سابقين وأيضا قيادات كما ترون استقبل حتى ما كانت تسمى بالقيادة الموحدة والتي يترأصها المجهد عبد الرحمن بالعيات وأيضا ما كانت تسمى بالتقويمية التي يترأصها عبد الكريم عبادة وأيضا ما كان يسمى أيضا بجناع حزب الخادم والذي تفضل طبعا واستقبله الأخ معاذ بوشارب وكل القيادات السابقة وكلهم عبروا وصرحوا للإعلام والقانوات بأنهم يتفائلون بعهد جديد وبخطاب جديد وإن شاء الله سنمر إلى ممارسات جديدة في حزب جبه التحري الوطني طيب تعتقد أن حضور كل القيادات في الأفلان السابقة والحالية اليوم في هذا اللقاء هي مبايع لمعاذ بوشارب؟ هو بصراحة اللقاء اليوم كان مناسبته هو لأقول مؤتمر وهذا مؤتمر المؤتمرات هذا ليس مؤتمر عادي المناظلون كما ترون هذه الحشود التي جاءت بمناسبة الانتخابات الرئاسية طبعا حزب جبه التحري الوطني حزب 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 عنده الأغلبية في كل ما جالسه ولذلك لابد أن يقول كلمته في الانتخابات الرئاسية اليوم نعتبر أن حزب جبه التحري الوطني كل قيادات التي جاءت والتي زكت اليوم اتفقت على شيء وهو أنها ترشح رئيس الحزب رئيس الجمهورية المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة الأكيد الاستجابة هذه الاستجابة أكيد أنها تزكية للأمين العام معاذ بوشارب هي قبول لأنه يسير الحزب إلى أن ينعقد المؤتمر مؤتمر حزب جبه التحري الوطني بعد الانتخابات الرئاسية لأننا بعد الانتخابات الرئاسية سيذهب إن شاء الله الحزب إلى مؤتمر وهذا المؤتمر سيكون بهذا التشكيل الذي رأيتم يكون بكل هؤلاء الذين كانوا فورقا ولم يعودوا كذلك هم الآن إخوان على قلب رجل واحد تعهدوا على أنهم سيسيرون حملة انتخابية ليس هناك من صوت يغرد خارج السرب كل الأصوات جاءت اليوم على اختلافها بالترشح رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت تعطي الضوء الأخضر للقيادة الجديدة التي يترأسها معاد بشارب بأنها تسير الحزب إلى أن تمر رئاسيات إن شاء الله ثم بعد ذلك سنذهب إلى مؤتمر استثنائي سيكون وسيعود الحزب لأبنائه كما صرح معاد بشارب في أكثر من خطاب طيب لاحظنا اليوم أنه بشكل واضح أو لاحظ المتابعون لشأن السياسي أنه حتى الصحفيون لقنف القاعة لاحظوا غلبة أو سيطرة المنتخبين السابقين على تجمع يعني أغلب الحاضرين لم يكونوا يعني الأكبر عدد لم يكون نواب البرلمان ليهو عددهم لا يتجاوز ربما الـ 165 نائب فلاني أعتقد حتى المنتخبين في الولايات يعني حوالي 600 أو 700 منتخب أكثر 700 منتخب على مسؤول وطن نعم كم قريب 10 ألف منتخب 10 ألف منتخب طيب 10 ألف منتخب القاعة إذا كان فيها ربما اليوم 30 أو 40 ألف الغلبة والسيطرة لقدماء المنتخبين هل هذا معناه أن الجمعية جمعية قدماء المنتخبين التي رأسها الوزير محجوب بدا هي من سيطرت على هذا اللقاء أو هي من نظمت هذا اللقاء إن صح التعبير الجمعية الوطنية لقدماء المنتخبين والتي طبعا ساهمة مساهمة كبيرة جدا في تأسيسها وبعثها وتنظيمها الوزير العلاقات مع البرلمان الأخ الدكتور بدا محجوب ساهمت مساهمة ليس اليوم فقط وإنما لشهور فائتة ارتأت عندما كان الحزب عندما كان الحزب يمر بظروف الكل يعرفها ولا دعية لأن نعود إليها ارتأت بأنه حتى لا يحدث نزيف في إطارات الحزب وخاصة في منتخبه السابقين وهم خزان يرتكز عليه ويتكأ عليه فعلا لماذا؟ قلت لأنهم محملون بكثير من الخبر وهم الذين ساهموا في تجسيد مشاريع التنمية ورافقوا أيضا السيد رئيس الجمهورية عبر العهدات السابقة وهم أعلم بانشغالة المواطنين وبالمراحل التي مرت بها الجزائر وقد استطاعت أن تحشد هؤلاء المنتخبين عبر الوطن قلت حتى لا يحدث صراع في الحزب من جهة وننأى بأنفسنا عن الصراع ومن جهة أخرى حتى نتوحد ونتكتل وحتى لا ينسحب الناس من السياسة ومن الحزب وحتى لا يحدث نزيف ربما في الإطارات والكفاءات الأكيد أنها ساهمت اليوم في هذا اللقاء ولكنني أرى بأنه لا يمكن أبدا أن نجزم نظرا للحشود التي توفدت صدقني وأنا واحد من المنتخبين السابقين لا أجزم لأن المنتخبين الحاليين بالألاف وليسوا فقط النواب وأعضاء مجلس الأمة متواجدون اليوم بقوة مجلس المحلية صحيح مجلس المحلية وحتى المناظرون الذين هم ليسوا منتخبين أيضا حاضرون بقوة يعني المشاهد توضح يعني والصور توضح اليوم كنا كلنا على قلبي رجلين واحد لم يكن هذا منتخب سابق وهذا منتخب حالي وهذا مناظر بسيط ليس هناك من درجات في النضال أمام النضال يتساوي الجميع ليس هناك درجات للارتقاء ودرجات ربما تحط بصاحبها في النضال النضال هو النضال هو قناعات هو ما تحمله من فكر ولذلك اليوم أنا أراه أنه لقاء المناظلين كلهم المناظلين تحت طبعا قيادة الأخ موعاذ بوشارب الذي كما رأيتم في القاعة أيضا أن الناس تهتي في اليوم لأسيد الرئيس كما رأيتم تنشده بالترشح وفي نفس الوقت أيضا أنها تعيش على أمل أن يعود الحزب إلى خطابه وقد رأيتم الخطاب المتميز والرسائل التي بعث بها إلى المناظلين والتي فعلا تبعث على الأمل من جديد في أن يعود الحزب بقوة إن شاء الله طيب ممتاز اليوم سيموعاذ بوشارب قال أن الحزب رسميا يرشح رئيس الجمهورية لعهدى رئاسية جديدة هل معنى هذا أن الرئيس أبدا نيتهم في الترشح عن طريق الحزب؟ هذا رأيي الآن هذا رأيي الآن الذي سأقوله أنه اليوم هذا ترشيح سياسي بمعنى حزب جبل التحليل الوطني لابد أن يكون له مرشح اليوم أجمع المناظلون في حزب جبل التحليل الوطني بأنه لا مرشح عليهم في الرئاسيات المقبلة إلا الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليق طبعا من وراء حزب جبل التحليل الوطني أحزاب تحالف وهي أيضا مشكورة أيضا ولها أيضا من الحضور القوي أيضا على الساحة السياسية وهناك أحزاب أيضا خارج التحالف أحزاب كثيرة وأيضا كثير من الشخصيات داعمة والتي لها أيضا أوزان تدعم وترشح السيد الرئيس طبعا الترشح الترشح القانوني أكيد سيعلنه السيد الرئيس بنفسه يعني هذا لا نستطيع أن نقول أن الرئيس أبدانيته هذا ترشح سياسي أنا بالنسبة لي هذا ترشح سياسي اليوم حزب جبل التحليل الوطني قال كلمته الفصل لا مرشح له في الرئاسية المقبلة إلا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنا متأكد من أن السيد الرئيس سيستجيب لحزب جبل التحليل الوطني وسيستجيب لحزب التحالف وسيستجيب لنداء لا أقول كل مواطنين كثير من المواطنين الذين ما يزالون يدعمون السيد الرئيس أنا متأكد من أنه سيستجيب وسيترشح لرئاسية المقبلة طيب لأن الرئيس هو رئيسه الجزائريين وهذا أمر واضح شفنا أن الرئيس في أكثر من مناسبة يترشح كمترشي حر هل تعتقد أن هذه السنة ستختلف الأمور وقد يترشح باسم حزب التحليل الوطني في رأيك أنا في رأيي سيبقى مترشحا حرا هذا في رأيي لماذا؟ لأنه بصراحة لسنا وحدنا الداعمين وإن كنا القوة السياسية الأولى في البلاد وإن كنا نحصل على أغلبية المجال سواء المحلية أو الوطنية ولكن أعتقد أن هذا التحالف الذي يحدث بين الأحزاب يعني من باب الآن صارت عادة والسيد الرئيس ليس للمرة الأولى أنا أعتقد بأنه سيكون مرشحا لكل هذه الأحزاب لكل المواطنين الذين يناشدونه بالترشح طيب نروح الآن لتغريدة لعبد الرزاق مقري دكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السينم لنشرها قبل قليل يعني قبل مباشرة الحصة هذه التغريدة يقول فيها الدولة بكاملها من أجل القاعة البيضوية يقول فيها أن الدولة جندت كل المسؤولين من أجل حجد الأشخاص للذهاب إلى القاعة البيضوية وقال القاعة البيضوية لا تسع إلا لقرابة سبعة ألف شخص لماذا يتركون أحزابهم لا يتركون أحزابهم وتتعمد على نفسها هنا الدكتور مقريره يعني أول شيء يطعن في العدد ويطعن في أسلوب جمع الأشخاص كيف ترد عليه أنت كقيادة في الأفلان أنت كمناظف في الأفلان أنت كشخص اليوم كنت أعتقد أنك بيت البارح من أجل التنظيم واستقبال الوفود هل هذا الخطاب من المعارضة هو حقيقي؟ هل فعلا أصبح هناك من يدفع الناس إلى الذهاب من أجل الجلوس في القاعة؟ تفضل كلمة لك أكل حال أنا درزاق مقري من حقه أن يقول ما يشاء وهو أحد المترشحين للرئاسيات وهو أيضا يعتمد على حزب في المعارضة نحترمه ونحترم إطاراته ونحترم قيادات الحزب ونحترم مناظليه وأنا أؤكد لك أني كنت من بين المنظمين أن الذي جند وعب المناظلين وأنا واحد من الذين كانوا يتصلون بالمناظلين عبر الولايات أؤكد لك وأجزم بأن هذا العمل عمل نظالي خالص عمل نظالي خالص من أجل الحزب واللقاء كان مفتوح لكل كاميرات محليا وأنتم ترون بأن الذين جاءواهم مناظلون ومتعاطفون ومحبون وهذا الأمر ليس مستورا هذا الأمر ليس مستورا ومعروف في كل ولايات من جند ولماذا أقول لك أنا كنت من بين المتصلين لأنه نحن الآن نشتغل في هذه التعبئة وهذا التجنيد منذ شهور في الجمعية الجمعية قدامة ونعرف المناظلين وحتى نوابنا الحاليين وأعضاء مجلس الأمة الحاليين والمنتخبين المحليين من رؤساء مجالس ولائية ورؤساء بلديات وإلى كل المناظلين ساهموا بدون استثناء كل حسب قدرته وحسب طبعا بعد المسافة أنت تعرف الوطن شاسع وكبير وكذا وكلهم ساهموا بدون استثناء بدون استثناء محافظاتنا وقسماتنا ومنتخبينا وإطاراتنا كلهم ساهموا المشاهد 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 تعبر على هذا الحضور أما قضيت أنه القاعة التسعي سبع الاف أنا لا أعرف بالضبط التسعي ولكن رأيتم والصور موجودة يعني سبع الاف على الأقل على الأقل اليوم امتلأت القاعة حتى فاضت يعني بما يتضاعف العدد وإن كانت لكم كاميرات خارج أثناء اللقاء خارج القاعة نعم صورنا أشخاص خارج القاعة صحيح أشخاص خارج القاعة حشود ليست أشخاص حشود وأنا كنت خارج القاعة حشود حشود يعني حشود خارج القاعة تفوق يعني القاعة لم تسع كل لا تفوق تفوق الحشود التي كانت خارج القاعة تفوق الموجود بالقاعة أما قضية أن سي عبد الرزاق يملأ القاعة هذا الكلام سأعبر به عن نفسي أنا أتمنى أن كل الأحزاب تكون قوية مولاة ومعارضة ديمقراطية الحقيقية أنا يفرحني هذا الكلام ديمقراطية الحقيقية هي التي تبنى بالأحزاب القوية يعني الأحزاب القوية أي كان موقعها هي إضافة لأنها ستضيف ستضيف فكرا ستضيف طرحا ستضيف بديلا حتى نقدها وانتقادها بالعكس هي أصلا مؤسسة من أجل هذا ولذلك أنا أتمنى أتمنى من كل الأحزاب الفاعلة الموجودة على الساحة والتي نحترمها ونكن لها كل التقدير والتي نتمنى أن تساهم في عرس الجزائر ونتمنى أن يكون فعلا عرسا ديمقراطيا الفيصل فيه والحكم في نهاية المطاف هو الشعب الجزائري دون سواه وهو الصندوق لكن لماذا في رأيك دكتور عدل مالك أنه كثير من الزعماء السياسيين في المعارضة يهاجمون الأفلان أو يهاجمون شخص الرئيس في كل مناسبة انتخابية هل هذا بسبب أنه عدم وجود شخصيات بارزة قادرة على المنافسة أم هذا أنه فعلا هناك من يستعمل أجهزة الدولة في أمور سياسية وهي أحزاب الموالات أم هذا راجع إلى منافسة سياسية تستعمل فيها كل الأسلحة أنا في اعتقادي أصنف الذين يهاجمون الرئيس ويهاجمون الحزب أشكال وألوان ليسوا كلهم أيضا على طرح واحد وعلى قلب الرجل واحد هناك من يواجهون بالنقد البناء وهذا من حقهم لأنه رئيس لأنه رئيس وطبعا لأنه رئيس ولأنه له امتداد جماهيري وعنده امتداد شعبي ولأنه عنده حزب قوي وعنده أحزاب تسنده ولذلك من البديه لأنه أقوى مرشح في المرشحين يعني من يهاجمون؟ يهاجمون الأقوى الأقوى الأول هو الذي يهاجمونه من جهة هؤلاء حتى عندما يهاجمون بالنقد البناء وبتقديم البدائل وبالطرح وإلى غير ذلك فطبعا هذا في صاميم عملهم وفي صاميم فعلهم السياسي لماذا أنشئت أحزابهم ولماذا يترشحون إذن هم يتربصون الأخطاء والعيوب وإلى غير ذلك وطبعا أحزاب التي تدعم الرئيس أيضا لها القدرة على إبراز أيضا إيجابيات ومكاسب والإنجازات التي تحققت في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفي ذلك كيف يتنافس المتنافسون أما الشق الآخر الذين يهاجمون والذين ليس لهم إلا لغة سب والشتم والذين يطعنون في كل يقبحون كل جميل ويسودون كل بيض والذين لا يعجبهم العجب هؤلاء الذين بصراحة يقتتون على هذه المصطلحات حتى تدني مستوى الخطاب ترى حتى لهم أنصار ترىها في وسائل الوسائط وفي غيرها يعني ليس هذا هذا هو الفعل السياسي ولا يمكن أبدا أن تقنع المواطنين وأن تقنع شعب بهذه اللغة المنحطة البذيئة هذه التي لا تعرف إلا سب والشتم والطعن والقذف والتشويه وتشويه الحقائق والقذف في الناس لا يمكن أبدا أن تبنى السياسة بهذه الأشكال ولذلك نحن في حزب جبه التحليل الوطني وخاصة في عهد حزب جبه التحليل الوطني الجديد نعمل على أن يرقى الخطاب السياسي وأن يتهذب الخطاب السياسي وأن نكون فعلا في أحزابنا مدارس ومشاتل للمناظرين لتكوينهم وأيضا لكي نكون مدارس من خلالها نسوق هذا الخطاب الذي يدعو إلى الوئام بين الجزائريين يدعو إلى الخير بين الجزائريين يدعو إلى التصالح بين الجزائريين يدعو إلى التنافس الشريف بين الجزائريين طيب أدنبالك اسمحني المقاطعة هل يمكن القول أن الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية انطلقت من اليوم؟ نحن بالنسبة لنا في حزب جبه التحليل الوطني نعتبر أن من اليوم كل مناظر من مناظر حزب جبه التحليل الوطني الآن يبدأ في الحجد يبدأ في التعبئة ويبدأ في التجنيد في التوقعات التوقعات لحد الآن لا يوجد ولكن من المؤكد في أي وقت يترحش جمع توقعات طبعا نحن هذا بالنسبة لنا وأنتم تعلمون بأنه أمر بديهي وعادي جدا يعني لو شئنا اليوم لجمعنا التوقعات اليومية يعني في القاعة البيضاوية الآن كنا نستطيع أن نجمع استعمل في يوم واحدة تجمعوا كل التوقعات أنا أجزم وأؤكد لك توقعات القانونية توقعات القانونية هذه تصور معظم المجالس الولائية ومعظم المنتخبين ومعظم كذا وتصور امتداد المنتخبين في معظم بلديات الوطن يعني حوالي 240 أو 250 بين النائب وصيناتور وقيادات قديمة وورائة حتى المنتخبين والنواب القدماء والمناظلين يعني هؤلاء لا يعجزهم أي شيء يعني أمام توقعات بالأمر بالنسبة إلينا بسيط ثم أننا حتى في التوقعات السيد الرئيس ليس فقط تسنده أحزاب وأحزاب تصور يعني كل أحزاب التحالف كل المتعاطفين كل الذين يساندون الرئيس وعلى في مقدمتهم حزب الأغلبية لم تنطلقوا في الجامعة حتى يبدأ الرئيس ثبته في الترشح لوزارة الداخلية الحملة قد تنطلق من الآن تنطلق من الآن يعني الحملة ليس طبعا الحملة الانتخابية مدتها 21 يوم يعني الحملة القانونية مدتها 21 يوم تحدد وتضبط بقوانين وإلى غير ذلك ولكن الحملة هو بداية التعبئة كما يحدث في جميع الأحزاب يعني أننا ندعو مناظرين إلى الاستعداد إلى التجند إلى نبدأ في تنظيم شؤوننا يعني الإعلامية والإدارية وإلى غير ذلك والحزب يحتاج وقلت من ورائنا أيضا ومعنا أحزاب التحالف أيضا التي ستنطلق أيضا في التعبئة والتجنيد سؤال أخير في دقيقة أو دقيقة ونصف اليوم بعض الهفوات كانت في اللقاء بسبب أو تسببت في اندفاعات تسببت في سقوط بعض الأشخاص هل يمكن يعني تعليل هذا الأمر هل المشكلة حصل سوء تنظيم أم ماذا أم تداخل في الصلاحيات أم ماذا أصدقك القول نعم وصدقني أنا كنت من بين الحاضرين تفاجأنا بالحشود يعني عندما فتحت أبواب تفاجأنا بالحشود يعني تفاجأنا بالحضور الحضور حشود المكثف كنا نعتقد أننا هذا اليوم يعني اليوم ملعب خمسة جويلية وليس القاعة البيضاوية كما رأيتم ولذلك كنا نعتقد أنه فعلا قاعة البيضاوية إذا كانت تتسعى الثمين ألاف أو عشر ألاف أو إلى غير ذلك كنا نعتقد بأنه يكون لكن هذه الحشود التي توفدت فاجأتنا ورغم ذلك نحن نرى بأن الصورة مثل هذه صورة المناظرين يعني على ماذا يتدافعون هم لا يتدافعون على غنائم ليس لا يتدافعون على مكاسب يقتسمونها صدقني هذا تعطش المناظرين نحن لم نعيش في حزب جبه التحليل الوطني منذ مدة بعيدة مثل هذه الأعراس نحن بالنسبة إلينا بعض رأيتم من يقول بأن سوء التنظيم وهناك فوضى ها من يعتبرها ما يعتبرها غيرنا فوضى نحن نراها بالعكس يعني هذا اندفاع المناظرين ويندفعون وبصراحة كانوا يتعطشون حتى لسماع كلمة الأمين العام لأنهم يعرفون بأن هناك رسائل كثيرة ستمر عبر هذا الخطاب في هذا الوقت بالذات شكرا لك دكتور عدد الملك جرين قيادة في حجب التحلي الوطني وعضو جمعية خدماء المنتخبين على كل ما يعني وضحته وقلته في هذا العدد بالنقاش على المباشر شكرا شاهدين إلى هو نصر الله خسامي عدد اليوم من نقاش على المباشر أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة الشكر إلى كل الطاقة من العام المعي هذا المساء والسلام عليكم